رسائل المشاهدين لهالاسبوع بنبدأ معك خالد ابن عائشة قدم على اقامة بفرنسا ونرفضيط رح يقدم مرة تانية هل في فرصة علما انه هو مقيم بفرنسا؟ لا هيصير عنده رفض اخر هلأ ببعض انتم هلأ بفرنسا فيه اونلاين ولا وراء عادية؟ لا اكيد فيه هيك وفيه هيك اكثر اونلاين هلأ انا اذا فيه وراء بديك هال شوية الوراء اذا انت شايفني يا خالد تحط علينا شوية ترامول من الارض اوكي بتقرأ ايات اللي بدك اياها بتحصها الرسائل بتذكر اسمها الله وبتنفض هيدا الوراء وبتقدملون اياها وان شاء الله بيقبلوا انا عم بعطيك شي فيه رفض ولكن اذا عملنا شي لانا دايما احيانا بتدعى ربنا بغير كل الامور والرمل مبارك فحطهن عهايدا وجرب ونشوف روعة اسم مستهار روعة تبقى على روعة كده دا الاسم كتير تعبين وهذا الشخص كتير مئزة عرفت كيف فهلا ادم بجنن ابنك اوكي على سفر بيحمل علوم عالي فارس بيحمل لقب انت هتشوف الخير من ولادك باش من زوجيك ابدا اه اي عندهم سفر ما انا قلتلك عندهم سفر قبل ما اقرأ ازا عندهم سفر اوكي اه بس اه زوجيك هيك هيضلو ما في تغيير اتساكريدو اتنمو ما بعرف ايه ايه ايت مرة ايه انا هذا يام هن لا ينطقونا ولا يؤذنوا لا ينطقونا ولا يؤذنوا بسورة المرسلات لكل واحد بجهدلو حدا ان كان بالعمل ان كان الشخص خاصة رجال بالبيت بنقره كثير الستات ان كانت المرة بتنقره تزلم فيه اولى علنيتها كمان مما كان فهادي منها ازيه بس هدا مش هنتكت بقى ما يدلو جهد الشخص اللي حده خسس مشاكل رحمة بنت حسناء 15-62 عن الامر العاطفيه وهل في زواج قريب لا قريب لا يا رحمة حبيبتي لانه اسمك شوي منيح لك اسم امك اللي تاع بك بس حرف الحامر تاني عنديك هون 8-16-16 يعني عم ترجع على 7 و 8 اذا الابنان بتصير 7 يعني عندها 3-7 يعني حيتقدم لك 3 رجال بس مش هال 2 سنة تلجيه وشوفة هلأ 2 الحمدلله انا مرحب 2 تقدم لانا تصير في حيرة لما تقدموا 3 هتختار واحد بسرعة سنة بنت سميرة بندوها روان وهي ارمالي هل رح تصل على رخصة السواقة هالعام وعندها موضوع مراس هل بيخلص هالعام موضوع المراس رح يكون بشهر شباط بين شباط ونيسان لانا بشهر اتنين بسنة الـ 2024 انتي بلمزوج رح تخفيها اما رخصة السواقة اخر السنة ان شاء الله بتحصل عليها عند اولادها ريمة بنت سميرة اسم زوجة هاني هل بيصير عند اولاد؟ ايه يعني نحن شو بنقول الله يعني ردا الله ردا الله يعني بس هي ردا الله مذكر ردا مذكر و الله من اسمها الله يعني ما فيها تاخدوا بنت عرفتي كيف يعني في شي غلط بالاسم من الاول وغلط من الثاني لا يعني فينا نحن 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 هبط الله نور الله مثلا نور مذكر الله مذكر بس كمان نور الله كمان مش هتظبط فتطلع من هيدا الاسم ردا وما هقلك هبطلع على هيا لانه هبط نحس الاسم مناور خلود هالاسم جيد؟ لا ابدا من اصعب الاسماء خلود من اصعب الاسماء وبتطلق ما انا شفت خلود الهلا بعد على زواجه مره علي ممكن شي متان اسم خلود كله مطلق امينة بنت جهيده اولاده رسيم عدم وزين هالاسماء اولاده جيده؟ زم لجنين رسيم تعايت له وسيم انا بس عم ساعدك شوي اوكي وانت رسيم زين امينة منيح اسمك جهيد اسم امك تعبك شوي جهيده اسماء اولادك كتير منيح خلينا عليهم بس بدل رسيم وسيم بس لانه رسيم طلع باسم معنى الرسيم يعني من الرسيم بس ما قلهم هالمعنى الحلو وسيم 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 الوجه موسيقى موسيقى موسيقى